قالونا نبدأ بأخبار فريقنا والمعسكر الأكثر من رائع بإجمع أراء الجهاز الفني واللعبين نجمنا نجم الفريق الأول في النادي الأهلي الكل سعداء بهذا المعسكر والتدريبات والأجواء الرائعة المحيطة بالمعسكر التجهيزات المتاحة للتدريبات وفندق الإقامة والتركيز على الإبقاء على الطوك فورم عند اللعبين ذهنيا ونفسيا وبدنيا وأيضا خططيا وفنيا لأن فيه تركيز من الجهاز الفني بخيادة ريني فييلر على نقل كل الأفكار المهمة والرؤى الفنية المهمة عنده اللي عايز يطبقها الفريق في الفترة الجاية سواء في المباريات المحلية أو الأفريقية كان فيه زيارة لواحد من النجوم طبعا اللي عندهم شهرة كبيرة جدا على مستوى كرة القدم العالمية أنالكا نجم الكرة الفرنسي زار معسكر النادي الأهلي وقال الأهلي عالمي وأنتظر عودة الأهلي لمونديال الأندية النجم الفرنسي أنالكا أبدأ ساعته بزيارة ميران الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي والمعسكر المقام حاليا في دولة الإمارات وأكد أنه يعرف الأهلي جيدا وإحنا بنتابع صور الزيارة ولقاءه مع الجهاز الفني واللاعبين وهنا بيصافح الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة موجود مع الكابتن سامير عدلي وكل الكوادر طبعا الموجودة هناك سواء القائمين على معسكر الفريق من الجهاز الفني للنادي الأهلي أو كمان اللي بيساعدوا الفريق وينسقوا لبعض الأمور من طبعا الأشقاء المصريين اللي لهم مهمات رسمية أو مهام رسمية وأدوار في الإمارات وبالتأكيد بيكونوا على قدر كبير جدا من الاستعداد لاستقبال الفرق المصرية في مقدمتها النادي الأهلي اللي بيحظى دائما أبدا في أي بلد عربي بحفاوة واهتمام كبير على كافة المستويات الرسمية والشعبية والإعلامية عندنا طبعا تدريبات الفريق قدام حضراتكم على الشاشة في نفس توقيت زيارة أنالكا نجم كرة القدم الفرنسي الشهير بيقول أنه سعيد جدا بزيارة هذا المعسكر ويؤكد أنه يعرف النادي الأهلي وتاريخ وإنجازاته جيدا لأنه النادي الأشهر والأعرق على مستوى القارة الأفريقية وأضاف أنالكا أنه كان حريص على حضور ميران الأهلي ومتابعة التدريبات لأنه نادي صاحب شعبية جارفة في القارة الصمراء تخطت شهرته حدود أفريقيا ووصلت إلى العالمية من خلال المشاركات المتعددة خمس مرات في المونديال الأندية وأعرب النجم الفرنسي الشهير عن تمنياته بفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وهنا طبعا أنالكا في حوارات جانبية مع الكابتن أمير توفيق مع الجهاز الفني مع الكابتن سامير عدلي كابتن سيد عبد الحفيز مع مجموعة من نجوم ولعاب الفريق لتبادل الأراء وإبداء رأيه في المعسكر وفي حبه لنادي الأهلي واهتمامه بمتابعة نتائج هذا النادي المصري والعربي الأفريقي العريق النادي الأهلي المصري وأيضا يقول أن المشاركة أو العودة للصدارة الأفريقية والفوز باللقب الأفريقي أمر مهم للنادي الأهلي وأنه بيتمنى أن يشوف النادي الأهلي بطلا للقارة الأفريقية ولدوري الأبطال الأفريقي من جديد والتألق مرة أخرى من خلال المشاركة دوليا في كأس العالم للأندي وأعرب أيضا النجم الفرنسي عن هذه الرغبة في الفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي ويؤكد أنه بيتمنى مشاهدة إحدى مباريات الأهلي في البطولة بطولات رسمية سواء الدوري العام المصري أو البطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة في الاستاد أو في ملعب المباراة وقال كمان أنه يعرف جيدا بعض نجوم الكرة المصرية ونجوم النادي الأهلي تحديدا وفي مقدمتهم حسام غالي ومحمود حسن تريزيجي إلى جانب نجوم آخرين من الكرة المصرية التي تعد من المدارس الكروية الرائدة في القارة الصمراء فضلا طبعا عن معرفته أكيد بنجوم من خارج النادي الأهلي ولكن لهم شهرة طبعا وسيط داع على المستوى العالمي زي نجمنا الكبير محمد صلاح اشتركوا في القناة